الشيكبالة الجديد اللي المجلس المقال أو المنتخب المقال كان جدده لشيكبالة وعمل ووصقه وبدو رعلي مشتاقينه في كل مكان فقالت مدير النادي سأله على العقد الجديد مشتاقين ولا عمد جهاز في القورة المجلس القديم قال لك وفين قال لك ان احنا ناس منهم قال لك ومين قال لك ان احنا عملنا عقد جديد لشيكبالة الشيكبالة عقده زي ما هو بتلاحظوا ان من فترة ساعة لما عزمة شيكبالة زهرت على السطح خرج السيس مامدوح حباسه اعلن انه تم التجديد لشيكبالة لمدة اربع سنوات قادمة وانه مستمر في الزمالك ومش حيباع لأي نادي وان اللاعب خلاص رادي انه يوافق على البقاء وان العقد الجديد قال ان المبلغ كبير شوية لكن الزمالك حيتحمله قدام كل قطات لشيكبالة اعتقد انه السنة دي ممكن احسن شوية الى حد ما طيب كسكسة العقد اللي هو المختفي ده ايه اللي هو المجلس الحالي بيبحث عنه والمجلس القديم بين فيه البداية كانت لما ازمة الشيكبالة وصلت على السطح وموضوع عمداللخت فيه احد اعضاء مجلس الادارة جلس مع الشيكبالة الراوي اللي حكالي الموضوع سألته مين عضو المجلس ده قالي لا مش هقول لك على اسم وده مقرب جدا من مجلس الادارة المهم هذا العضو قعد مع شيكبالة واتفق معاه على تجديد العقد لمدة اربع سنين واتفق معاه كمان على المبلغ اللي هياخده شيكبالة سنويا خد العقد ورجع فرحان مهللا سعيدا لمجلس الادارة بيبشرهم بانه تم الاتفاق لا مضى على العقد ورح مديهم نسخة العقد بصوا في العقد لعضاء المجلس الاجتماع سعقوا من المبلغ اللي موضوعه اتخضوا فطبعا رفضوا اعتماد العقد في وسط الكلام كده بقولوا ان الراوي اللي حكالي الموضوع قال لي عود احد اعضاء مجلس الادارة انا لحيت عليه ان هو يقول لي مين الرجل رفض انا بقول بقى هو يعني توقعاتي ان هو كان الاستاذ ممضوع حباس ما كانش يعوده من اعضاء المجلس العادي لانا فيش حد كان حيقدر يروح يعود مع الشيكبالة ويتفاهم معاه ويقنعه اي ان كان المبلغ الا الاستاذ ممضوع حباس جي العقد اعضاء المجلس اذا بحضر شفوه بصوا فيه لقوا العقد صعب على اي مجلس الادارة ان هو يعتمده مبالغ ممكن تكون تناسب اي لعب تاني او تناسب شكبالة لكن في مكان تاني لكن في نادي الزمال وفي زل الظروف الازم المالية اللي بمر بيها كانت مبالغ صعبة جدا غير سيحزن من الناس تقول لك 34 مليون جنيه لكن هو المبلغ ممكن يوصل ل28 مليون جنيه او اكتر شواء 28 في الاربع سنين اعضاء المجلس رفضوا اعتماد هذا العقد وطلبوا من العضو المجلس اللي هو جاب العقد انه يعني كأنه ما كانش او كأنه مطمضاش او كأن الراجل ما عادش مع شكبالة وتم تفويد بكابتل ابراهيم يوسف وحزم امام للعودة مرة اخرى للجلوس مع شكبالة لإقناعه بتغيير هذه الارقام في الوقت اللي كان حزم امام وابراهيم يوسف حيبدأوا يعودوا مع شكبالة او قعدوا جلسة واحدة كان قرار الحل خرج فاصبح النهاردة العقد اللي فعلا وقعوا شكبالة مضى عليه من طرف واحد وكما يعتمد من مجلس ادارة ثم يوسك ده ما حصلش يعني هو العقد كان موجود لكن لما الناس لقوا انه مغالفي رفضوا توقيع عليه ورفضوا اعتماده ثم بالتالي توفيقه في اتحاد الكرة اعتقد ان العقد اللي كانت موجود الله اعلم بس انا اجزب ان هو موجود عمد الستاذ مامدوح حباس فهو الوحيد زي ما انا قلت عليه هو بيطاقة الاقتمال وبيطاقة الضمان لكل العقد الزمالك اللي ممكن يوقع على مثل هذه العقد قبل نهاية عقدهم ده مشكلة عقد الشكبالة اللي الناس النهاردة محترى فيه وبيتهموا المجلس القديم انه هم مضبسوهم لا انا برضه عايز اقول لي المجلس الحالي انتو معندوكوش تدبيس ولا حاجة لان العقد مش موجود اعتبرو انه مش موجود اعتبرو انه كان كلام مع الشكبالة للتفاوض معاه لتبديد العقد لكن محد يساب لكم عقد ممضي وقال لكم التزموا بالموعيد او التزموا بالمبلغ اللي موجود ودفعوها اعتبرو انه هو كأن لم يكن خليكم بس ارجوكم في التجديد او اذا كنتوا عايزين تبحثوا التجديد لفتح الله لهاني سعيد لحسن مصطفى اعتقد ده اهم من البحث عن عقد الشكبال الحاجة التانية اللي انا عايز له في موضوع الشكبالة قبل ما نتحول عنها اعتقد ان الاتجاه داخل مجلس الادارة هو بيع الشكبالة اسمعنا ان فيه عرضين جم من بلجيكا ستاندالليجيو وانداللخت الاتجاه الاتجاه القوي داخل نادي الزمالك هو بيع الشكبال لما سألت احد الاعضاء او بعد الاعضاء طب ليه انتم ممكن تاخدوا قرار زي كده وتجسفوا وممكن الناس تحملكم مسئولية لو بعد السنة جي مجلس تاني وقال لك اقصره بيع الشكبالة قال لي ما احنا النهاردة ما نقدرش نقعد السنة وشكبالة عقده ينتهي والليه يبقى حر في الساعة دي هنتهم احنا ان احنا فرطنا في قيمة عقد الشكبالة فاحسن حاجة لنا ان احنا انبياء طب حبيع امتى ما قال لك بلده احنا لازم نستنى فيه العرض جاي بس مش هنده قرار للعروض اللي جاية الاندية الا بعد يوم اربعة عشر وخلاص اربعة عشر اقرب لما يشوفوا قرار قرار المحكمة في القضية لرفع حنادي الزمالك او الاستئناف اللي عمله مجلس الادارة المنحل ده بالنسبة لشكبالة لكن لما سألتوا الاتجاه الغالب عندكم ايه قال لي هو البيع لأي من الندير او الاقرب مبلغ المبلغ اللي كان معروض قبل كده على شكبالة كان حوالي اتنين ونص مليون يورو هو قال ان احنا ممكن نوصل لتلاتة تلاتة ونص يبا احنا في الساعة دي نادي الزمالك هو المستفاد بدل لما كنا حندفع لشكبالة في يمكن في سنة ونص اكتر من اتناشر او بعتاشر مليون جنيه احنا ممكن لتلاتة حنوفر الى بعتاشر وندخل خزينة النادي ما يقرب من تمانية وعشرين مليون جنيه في الوقت اللي خزينة النادي ما فيهاش اللي يمكن حوالي متين وخمسين او تلتمية الف جنيه